مساء الخير من القناة الثانية دوزام على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني يشكون مع الرمضاني في هذه الأمسية بحلول موسم الصيف موسم المهرجانات والتغاورات الفنية عبر ربوع المملكة إلى أي حد يعكس هذا الحراك والثقافي غنى وتنوع المشهد الفني ببلادنا ما مدى مساهمة هذه الحركية في الانتعاش السياحي والاقتصادي للقرى والمدن وكيف السبيل لصناعة ثقافية حقيقية تنتقل من الموسمية إلى تنشيط فني طوال السنة وتساهم في تسويق صورة وتاريخ وحضارة وحاضر المغرب هشام عبقاري مدير مديرية الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل مع الرمضاني هشام عبقاري مرحبا بيك مع الرمضاني مرحبا بيكم ومرحبا بيه عندكم فرصة سعيدة هدي وعلا وكيف رأس كان أولا كان أخاف منك شي شوية أنا جوا أولا كان أخاف الناس المهووسين بالفن والإبداع ما كيتش تدوش وخصوصا شي واحد عندهم زيان مع ذاك شي اللي هي بوب والراب والكلاشة ها الشي البيفات البيفات الله يرد عليك تكيس عليها اليوم دعويش على هادو ذاك شي دير بوجة تدار البيضاء ومجاورة تدار البيضاء صافي ما يكون غير خير طيب سيسي مع عبقاري قبل من الفنون أنا أوريك واحد اللوحة غير فنية وصورة غير فنية ونطلب منك التعليق الصورة توثق لمخلفات عيد الأضحى طبعا دائما تساؤل حول التحديات البيئية والفرصة الاقتصادية المهدورة تعليقك أمني كنشوف حالة الصور هذه أول حاجة كتزيني هي الناس اللي كيخدموا من وراء ذاك النهار دي للعيد ومن وراء العيد كيقوموا بواحد العمل الكبير يعني رغم كل ما يقال يعني الناس كيخدموا الصراحة كنشوف منا بعينية ولكن هذا لا يمنع بأن بعض الممارسات الموشيين أخصا تحيد أخصى واحد شوية دير الوقت أخصى واحد شوية دير التوعية في إطار ما يسمى بتنمية المستدامة وهذا شي كيدخول في إطار دياله إذن أتمنى أن السلوصات المحلية اللي كتقوم بالعمل دياله أنها تزيد تكمل بعض الحمالات تحسيسية على المستوى الإعلامي وضح نشوف واحد المقطع في فيديو سيشام عبقاري المقطع لأجواء الامتحانات الباكالوريا في المناطق المتضررة من زيزال حاوز نسمع واحد تسرح فيه إليابي أمزميز نموذجا لمراكز الامتحان التي تم اعتمادها في وحدات مدرسية مسبقة الصنع ضمن الوحدات المدرسية التي تم إنجازها في إطار برنامج تعاون بين مزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة وجامعة محمد السادس متعددة تخصصات تقنية وبدعم من مؤسسة المجمع الشريفة للفصفات وذلك عقب تدعيات زلزال الحوز قصد اعتمادها كفضاءات مؤقتة في أفق إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ويستقبل هذا المركز من الوحدات المدرسية مسبقة الصنع 300 جوج مترشح ومترشحة في مختلف الشعب والمسالك لاجتياز الضورة العادية لامتحانة البكالوريا تعليق سيشام عبقاري وأظن أن المشاهدة مثل هذه المدرسة مثل هذه البنية التحتية التي تصبت واحد سرعة كبيرة بزاف كتبين بالقدرة التعافي لغيزليونس ديال المغرب والسلوطات المغربية والخبرة كذلك ديال المغاربة أنهم يقوموا بمثل هذه المسائل الشيء اللي خلال أن الطالب عادو يدوزوا انتحان ديرو في الوقت هذا هو المهم في الوقت في الوقت الحمد لله والحكومة تصادق على مشروع قانون لتطوير الصناعة السينمائية تعليق سيشام عبقاري كان حال الوقت لأن السينما تطورت بها لشكل كبير المنتج السينمائي ولا كيفوز بجوائز خصوصا في الجوائز عن مستوى مثلا معرجلات أوروبية إذن تعديل أو تحديث القانون هو يتمشى مع التطور الحالي للصناعة السينمائية طيب حتى العبارات سيشام عبقاريتي للصناعة السينمائية رجل أنك أسمعوها بزدف على كل حال في السنوات الأخيرة خصوصا بحالها بحث الصناعة الثقافية والصناعة الفنية إبداعية والإبداعية أنا أعتبرني أمي في المجال شنو المقصود بالصناعة الإبداعية عموما الصناعة الثقافية والإبداعية ده هو الإسم قدرون نسميه أكاديمي نوعا ما يعني المصطلح متداول الثقافية والإبداعية مصطلح إيسي سي يعني اختزال يقولوا إيسي سي هو وراء درس 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 هو ولكن بشكل مختازل المصطلح بان في وراء الحرب العالمية الثانية في 1947 والطرح دياله كان مغاير جدا للطرح المتداول حاليا على أساس أن الفلسيفة بجوج اللي كانوا طرحوه أدورنو أوركهايمر من درسات فرانكفورت طرحوه على أساس أنهم كانوا ينتقدوا آنذاك وطبيعة الحل من وراء درسات ديالهم ديال الصناعة السينمائية في أمريكا كانوا ينتقدوا القوة والاستعمال ديالصناعة التقافية والإبداعية كآدات للسيطرة من خلال إنتاج بعض الخطابات خطابات للسيطرة على يعني الطابقة البروليطارية كيف كانوا يسمونها آنذاك من بعد اليونيسكو في تمانينات من وراء تسعينات من وراء تسعينات بدل حديث على التقافة خصوصا من وراء المؤتمر ذي المكسيكو تقفى يعني كواقع تقفى يعني كمسألة التي تهم المواطن تهم البلاد كتهم بزيز ديالحوي الشيء اللي خلالهم أنهم طرحوا دروا الطرح ديال اليونيسكو أن الصناعة التقافية الإبداعية ستمكن البلدان من واحد النمو اللي غيقدر يكون نمو مستدام يعني في إطار تنمين مستدام علاش لأننا في نفس الوقت غيكون صناعة غيكون إنتاج غيكون استيهلك ولكن في نفس الوقت هذه الصناعة هذه بالذات غيتمكن بعض الفئات مثلا الهشة أنها تندمج بعض مثلا الأطفال أو الشباب لأنه غي يقتار بنوعا ما من تقافته من طرات دياله وبطبيعة الحال ذلك الشرخ ديال الأجيال ما بين هذا كبير هذا صغير أنهم دائما غتبقى تقافة يعني تستثمر وكت يعني يكون واحد لتخانصفير لها كتدوز الأشياء هذا كش علاش في 2016 نقل اختزلك بسرعة في 2016 المجلس الاقتصادي والجتماعي والبيئي صدر واحد تقرير تقرير سمعه اقتصاد التقافة اقتصاد التقافة إذا الملك نقوله اقتصاد التقافة ليس مفهوم سوريالي ليس مفهوم سوريالي على المصطلح ليس فضفاد ومداش بطريقة اعتباطية لأساس أن بني كنتكلم على اقتصاد الكلمة دي الاقتصاد دائما فيه ذاك المعقول ذاك الوسيغي باش بعدا نقطعه مع نتكلمه على التقافة على شكل بانهار شطرفية وشي حاجة اجتماعية خضراف وقطعها ولكن يقلبوا على الناس ويخلصوا عليها دوك مش يقع خضراف وقطعها ولكن يعني في السياسات العمومية ما قدتخداش ما قدتخدش الأهمية التي تأخذ وتحليل تبويب الميزانيات قدتلقى بأنك تدخل بالأساس في الفلزافير سوسيار يعني في شؤون الاجتماعية إلا أن طرح تقرير اقتصاد ثقافيين بأن هناك واحد الحمول اقتصادية في الشأن ثقافي في الشأن ثقافي الشيء اللي خلى أن من وراء 2016 2017 و2018 ستبدأ ستبدأ تشوف هذا المصطلح يتداول بكثرة وغير تم تأسيس في الاتحاد عن مقاولات واحد الفيدرالية دي الصناعة التقافية يعني بدنا في المأساس خلنا في المأساس ومن بعد تبدأ الخيطة بالسياسية تماشى مع هذه المأساس على أساس أن كان هناك مثلا بعض في الميزانية تلقى الصناعة التقافية الصناعة التقافية وكنيسمح بناء على هذا التشخص الذي قدرت يسي شامع بقاري عد اقتصاد الثقافة مثلا لدينا شروطه لدينا البنية التحتية لدينا لدينا المستثمرين فيه لدينا جمهوره ولا نقلب على رأسنا قبل الصناعة السينمائية الصناعة السينمائية ينقى صناعة حتى مدمجة الصناعة التقافية الإبداعية علاج كينا لأن الترسانة القانونية كينا من قبل الاستقلال ومن وراء الاستقلال ما زالت زادت الدليل هو أن تحديث القانون لدينا ترسانة القانونية واجدة الصناعة النشر كل ما هو كتاب لدينا شركات لدينا كتاب لدينا أسمال يستطمر لا يمكن أن نتحدث بأن القرائم كينا لأن عرفت شيء مستثمر كي يخسر الفلوس ما حد تستثمر في دار نشر إذن أنك درتي دراسة على أساس أنك تربح أي هذا مؤشيرات لا ما يربح هذا مؤشيرات يعني ما نستعمل خطابات نوع ما شوية شعب ويلا هذا مؤشير كنحط فلوس يعني سندخل نقل لدينا نلوح الفلوس عندنا كذلك النش سمع البصاري حتى هو وخصوصا أنه في استثمارات عمومية ولكن هذه استثمارات العمومية تصب نحو شركات خاصة التي تنتج هذا المنتوج السمع البصاري من خلال برامج وطائقية من خلال أفلام وسلسلات إلى خير عندنا هذه الأليات عندنا خدامة ونس خدامين فيها وخدامين ودري الحياة ديالهم الإشكال فينكين هو مثلا في بعض القطاعات أخرى مشي في القطاعات ولكن شعب حيث القطاع السناء التقافي الإبداعية لوسط منه شعب هذا الشعب دون على الشعب كي يسمونه الفيليا الشعب السينيما السمع البصاري ديال النشر وكذلك ديال النشر السيصة فيما يتعلق مثلا بالفنو الحياة مسرح الباليات لدونس وكذلك بنسبة الفنو تشكيلية أو الفنو البصارية وكذلك الموسيقى هنا قدروا نقولوا بأن ها هي في طور تأسيس في طور تأسيس بالمصطلح ومعنى ديال صيناعة ثقافية وإبداعية لماذا مني كنديروا دراسة حول الحقل شكوني فيه في هذا الشعب هذي كنلقوا شركة قلال كنلقوا بأن بزاف جمعيات وباش كنعرفوا بأن دخلتي في المأساسة ودخلتي في الصناعة بواحد المؤشير عندي كاتور هو التغطية الصحية واش من ديكالارة يقولك واش من ديكالارة وكلا لا حيث أنا كنعرفوه بمعالمين يقولك واش ديكالارة وكلا لا يعني واش عندك وراقي كلا لا بمعنى مني كنتكلم على هذي المجالات كيف قلتي ماشي مجال فقط للطرفي في حركية قلتي الترفيه ماشي غير ديال الترفيه إلا رأى الترفيه مهم رأى الترفيه النسكي خلصوا علي الفلوس رأى استثمارات في الترفيه في الترفيه استثمارات في الترفيه الانترتينمنت يعني هذه مصطلحات أمريكية لأن الرأسمال يستثمر في كل ما هو مبني على تصورات ومتخيل في الآخر هو هذا يعني نتكلم عن الإبداعية الإبداعية تستثمر في المتخيل في إنتاج خيطاب اللي فيه رموز بزاف مني كنتشوف فيلم عام الرموز موسيقى رموز اللوحة فرنية رموز ماشي رسائل انت ما عندك شمع هذا الرسائل كنقول ركت عارفين أنا كنقول لديه رسائل البوستا إيميل عايت لي في التليفون ما مطلوبش من الفنان ما مطلوبش لديه ناس مخصصين في الرسالة ويديها لديه بسيطة ولكن لكي تبدع بونا على إنتاج خيطاب رمزي أنا صعيبة خيطاب رمزي خيطاب رمزي يعني مبني على الرموز لسينبول يعني مني كانت تكلمان على الناسيون يعني دولة شعب شنا هو شعب عنده رموز مثلا باش غنعرف رأما نقدرون نتلقى في أي بلاثة عارف كنت مغريبي وفرنسي غيرتلقى مع فرنسي غيرتلقى فرنسي غير من الهضرة عندك كين إشارات كين غير نوكات شي نوكات النقطة اللي غنضحك عنها كمغريبي غيرتلقى ما يضحك لأحد آخر لشي نبني رموز مشتركة الرموز كلغة كخطاب هي مشتركة ما بين واحد المجموعة دي الناس هذ الرموز هذي يلي كيتم استعمالها لإنتاج خطاب هذك الخطاب واللي كيتم تمرير ديالو كان سيفتو شرسائل كان مره خطابات كان مره خطابات طيب عمليا نخلنا في الصيف كنسمعو الأخبار ديال المهرجانات يعني تفقن علي الحركية كتكتر مهرجانات كنين اللي عم كامل غير ديال الصيف عندهم واحد خاصية حيث كيكونوا بره قرد الصيف ولكن قبل من الخصوصية دي المهرجانات الصيف أش كي ربح المغريبي مليك نضمليه مهرجان من غير الكاشة ديال لك الفنان اللي غيطلع يغني أو أش ربحين ربحين جزاف بحلاش ربحين جزاف بسطو لك من دخلش لك لديل الدياقرام للا أنت صورتك مغريبي خرجتي خرجتي من الدار عندك العائلة ديالك أولادك أدام العائلة لأم ديالك إلى آخيره لو عارتيش نخص نخرجوا هذه الليلة هذي كيقولك المغاربة نفوجوا نفوجوا فين غير نمشيوا هذه أسئلة بسيطة جدا فين غير نشيو نشيو جردى نشيو جردى ديو شكتي بنقرأ أمرك شي راجل والزوجة ديالو والعائلة ديالو غاسين في جردى طروري غير يقولك ركي لأ واحد بلاسة ركي لأ واحد المهارجان ركي لأ واحد السهرة ركي لأ واحد المصراحية ركي لأ فواحد بلاسة رأ بزينا رأى جايبين فلان. من بعد رجع لهذه المسألة جايبين فلان. كل شي غيمشي. يقدر في الطريقة يتلقى مع شي جاروتة غادي يتمق. هوا دي مرة الطموبيل ولا غيش الطاكسي ولا شي حاجة. هالفلوس بذلك تتخسر. بذلك تستطمر في النسيج الاقتصادي. غايدو بالكار بيرو. الطموبيل. غايدو. قصد قاردين. تاكل. عائلة قصد كونسومي. و تزريعه. كل شي. يبدأ دي طي الصغار. كل مهيكل وكل غير مهيكل. ولكن الواقع الجبائي كين. لان حاجة تخلص على رفع على طفا. ومن غا توصل. غتلقى ذكا الفنان الخدام. الفنان رأى ماشي ببوحده. رأى معها شي عبدالعي بضلة. رأى معها ذكا الفنان يطلع يغني. خصوا خشابة. الخشابة ماشية قطلع بوحده. كين شابة مغريبي كي يخدم ذكا الحديد. قال لك لي راج. شبنا ايو يديلك الضوغ. الضوغج متحبو الدار هذه غاتش على سويتو ويبان. غاتش على تورك عليه ويخرج لك الضوغ. لا. كين الناس اللي يخدامين. رأى مينيموم. هارتضب بوحده. ولكن هو بش القيمة دي ما يصرفو على المهرجانات. توازي القيمة دي الاثر. فعلا. تفويجها. مش هيك توازي. تفويجها كتطلع لينها غالية. لا كتطلع رخيصة. اه. علاش. علاش. دراسة. سيغيوز. دار واحد الكابيني سيغيو. ودارها بشكل مواطن. فابور. اه مسترفة. فابور. ما ما قالك. انا غا نديرها. باش نتنحيدوا هذه الخيطابات هذه. تواحس براسو بانه خص خطاب علمي يوتيبيت بالارقام بان الاستثمار في التقافة بشكل العام ولكن بالاساس في المهرجانات هو مدير للدخل على اساس ان بالنسبة المهرجان الصويرة. مني كتحط درهم. كترجع سبعت عشر درهم. اه. علمي هذا. علمي لان الكالكول الدر. في الشهر مثلا. نحن دفعوا هذا الشهر هذا. مني غا ندير واحد المهرجان. غا يقارنوه بشهور أخرين ما كيش المهرجان. غا يشوفو. شحل تخلصت مثلا غير دير الداريبة دي القيمة الموضافة. اللي كتعني السيه لك. ايه. كتبا نطالع. نزام بوسيور غوفوني. لكن الداريبة على الدخل. اللي كتقطع من البنبع. هذيك منسبة الناس اللي كيخدموا. اللي كيسينوا. اللي كيسينوا. اللي كونترا. ما عندهمش لفاكتور. كتطلع. عندك بالاساس لينويتك. في الفناديق. الكونسوماتيون كتطلع. الريستورون. كل شي كتطلع. يعني الراواج كيكون باللغة المغاربة. كيشدو. اتناشر شهر. اه. كييخضوا الفترة دي المهرجان. كيباليوم المؤشير. على المستوى. بودريات الضرع. طالع. يعني ان الاستيه لك. كان طالع. مين كيجي استيه لك. انا غاندوزو المقاربة اخرى اقتصادية. على اساس ان. كتسمى. يعني ان. انتقال طروة. عندك مهرجان. غا يدار اقادير. ولا اي. اي. بدينا. وفيها منتوج. كي تسمى. بخوضو يدابل. كيقولك شكوني جايبين. اه. جاي واحد الفنان. كنشي بغي يشوفه. والحدي واحد شعبية كبيرة. يعني الناس غاينتقلوا من وجدة. ومن المراكش. من ضار بيضاء. باش غايمشوا لديك المدينة. في ديك اسبوع. بالضبط. باش يشوف هادك السيد. ايدا الطاقة الشرائية ديال هادوك الناس اللي غاينتقلوا. عوض ما غتتخسر في مراكش. ولا في اقادير ولا هادا. غتتجمع كلها. وغتتمشي تل ديك المدينة اللي فهميها راجع. واخر. هاد طرح دا كله اللي قلتيه سي شامع ابقاري. في رواية اخرى. ايه. كي يقولك شوفه سيدي. احنا كنعرفو صناعة السيارات اللي بغتش دولة تقدم. صناعة طائرات. صناعة الادوية. صناعة الاسليحة. الصناعة الفنية كتبان بحال. نوع من الكماليات. وكي يقول للك بالدريجة. يقولك كيش اجعوش طيحو الغناء. ذاك الشي اللي ما كيفيد فواله. كتشور في السعر. نشوف حيث بعدها دي رواية. اه في رواية اخرى. وديش المصطلح. رواية بعين رواها وعا رواية دي. من بني على واحد قلس. وقال اجي هاد القادمة دي ما ندير بيها. لا لا لا. ذاك الواحد عمتيش قال عاوتاني. قال لك رواية اخرى. لا نفس الراوي. والعهدة على الراوي. العهدة على الراوي. هاد المهرجانات. رغم ما هي الا وسيلة. لإلهاء الشعبي. عن القضايا الحقيقية. اه. 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 هاد الطرح هادها. وغير بقايا شدارات من البقايا هذه الواحد التصور. اللي كان عنده واحد الوزن تقيل. اه. اللي كان وكير طوبع المتقف العضوي. نسبة لغرام شي. على اساس ان اي حاجة خصت. يعني تحدثت على القضايا اللي كتهم القضايا بواحد المفهم معين. همتي. ماشي اي حاجة كيسميهما قضايا هاد الناس هادوا. اه. الا ان امشي معك انا فالطرح هذا. اه. هاد الراوي هذا. قال لك بانه غير كماليات. اه. 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 دو مش ديك الحاجيات. كيقلب على الكماليات. من حقه كشعب. من حقه كشعب انه يستمتع بالمنتوج الثقافي. لان الطرح بهذا الشكل هادا. كيسميه بلغة اخرى ميزي غابيليست. يعني كان شي والله وهاد شي رغير بغين يلاهي. ديجا بعده بغين يلاهي. وشكون. ها نظرية المؤامرة. كي هادوا منه كي بدي يقلب لك على المثلاتات في الكريبات. انتي ويجب لك الماسونية والاليوميناتي. انتي. الطرح. اساس هو ان منظومة بينا. نشوف الدول اللي هي اعطات بزاف الكتير في هذا الشي هذا. قين. مواطنين. كي خلصوا الدرائب ديالهم. اه. كي قرر ولادو. اه. ساكل. ولا كي خلص شوق قابل كريدي. ايه. اه. كي شعل تلفازة. ايو نقولوا حنا تلفازة تهم الكاماليات. كي خرج القهوة. يو صدوا القهاوة. تمام الكاماليات. اش كي في تفرج فكورة صدوا تيرانات. هالكاماليات. بالتالي هذه ضرورة بالنسبة للانسان. الانسان ماشي غير كي ياكله كي نعس. مني كي ياكل وينعسة يدير. حيث ما دي مطرح. ولا نخصم الماكلة. ايه. يخصم المطارات. وخصم صباطة. وخصم المدارس. او لان ويخصهم المدارس. خصم المدارس. اللي قاري. اه. ما نديره معه. اللي عنده امكانيات. مش معك فالطرح هذا. عنده امكانيات. لان نحن كندير مجتمع. مش كندير واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا ربع ولا خمسمية. كنين حقوق. انا كمواطن قدر نقول لك. انا من حقي. تدير لي مهرجان. باغي نخرج تنين في وجه. وباغي العائلتين تديها. تضحكوا. باغي ولادتها. هما تديهم يشوفوا الكلون. ويشوفوا شعج الأطفال. والسيدة ديالي باغي تفرج شي شي مغنية مشهورة. من حقه. كيف انا من حقه. شوف تلفازها بعض المسلسلات و بعض الأفلام. اذا اللي ماشي من حق. بعض. وانه يفرض نظرة. وحادية. دي العالم يختاز له كامل. في رؤية دياله. ويقول لكل شي يخص يكون بحلقة. وفي نفس الوقت هذا الراوي كيقول لك. او دي ما تفرضش عليا. فعلا. متفقين. واحد النوع معين. دي الثقافة. ولا دي الفن. متفقين. انا ما معنيش. متفقين. وكي ما تخلصوش بفلوسي. لا ما تخلصوش بفلوسه. ما يتخلصوش بفلوسه. علاش. علاش. لأن البعدها. نحدو بعدها ما تخلصوش بفلوسي. اشنا هي بعدها. لأن التدبير ديال كتعني بها على الدرائب. ملعب. ملعب. ملعب سيسر الدرائب. كتعني بها بأن فلوسه هو. قد تفرض عليا شي حاجة انا ما بغيهاش. مزيان. 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 عشنا قوله للآخرت هو يقول لك. لديك فلوسي انا ما بغيت. شبا يدك شي ديره. انا بغي. تجيب لي يا سبا. انا. تجيب لي شي فن المعروف. انا ما شيف. طاقة ديالي. ناخد طيارة. مشي ناخد تأشيرة الميريكان. باش نتفرج فيه. انا افضل ان التقلوفة ديالي تطيح. وتجيب لي ذلك الفنان ديال عندي. لما نخسر علينا الكلوس. لأن هذا الفنان هذا. اولويال هاداك السيد دياله. حقه كمواطن. والحق الاخر هو انه ما تفرج عليه هاداك. هنا فين كيولي التدبير. شاء لهم. دي معنى. على اساس انه كيولي اولويات استراتيجية. فين بغي تبشي. عندك اختلاف الافكار. الناس مختال فيه. الاضواق مختال فيه. توجه مختال فيه. ما توجه مختال فيه. ما توجه مختال فيه. ما تبكنش تدير الخاطر لهذا. بوحده. وتنسى الاخر. ما يمكنش عودتاني هذا تدير ليه وما تديرش الاخر. اذا اش كي تدير. كي تدير لغبي تخاش. كي تدير بعد. كي تضبط التوازونات. طيلة السانة. كي يكونوا مهرجانات مختلفة. كي الغرناطي. وجدة. كين احواش فرزازات. الادازو. كين الموسيقى الراحية في فاس. كين العيطة في اسفي. كين العيطة تجملية في تونات. كين الموسيقى الحسانية في الاقلية السحراوية. اذا كين اختلاف. بما ان الدستور المغربي يؤكد على الاختلاف. فبالتالي تدبير العام خصوية تبنى على الاختلاف. وكين تبنى على الخلاف. من خلال السياسة دي المهرجانات متنوعة ومختلفة. اللي كتفتح كذلك الباب. القطاع الخاص لاستثمار في هذا القطاع هذا. لان جميع المهرجانات ماشي ضد ضرورة عمومية. كين مؤسسات شركات خاصة قد استثمر. لكن رغم كل هاد الشياسية شامعة بقاري. ما نقدروش نغمضو عينينا على الجدل اللي كيرجع كل عام. حوله بعض المهرجانات. ايه. جدل موسيمي. موسيمي. بحل مهرجان. بحل مهرجان الجدل. كي يجي معه. مهرجان كي يجي معه الجدل. لكن كين ما هو ديني بعض المرات. في الخطاب. وما هو سياسي بعض المرات. مزيان. نيقاش عمومي مزيان. صحي. صحي. كي يبين بأن ما دامت المهرجانات باقة كينة. وما دام الحضور كين بوحد شكل كبير. إذا أنها قد تبقى فقط جدل ديال بعض الناس كي عبروا إلى الرؤى ديالهم. هذا لا يمنع بأن تلك أخرين كي عبروا بالوجود ديالهم. والحضور ديالهم. للمهرجان. أنهم تهو ما عندهم خطاب وعندهم اختيارات ديالهم. واللي كي يقول لك بصريح العبارة. خصوصا في الظرفية اللي كنعيشوها. وكنعرفو بالزاب الحيفيات. ماشي وقت الغناء وماشي وقت الشطيح. ماشي وقت. يمتى الوقت. هيديرو هو. ولا يختار لنا الوقت. الشطيح والغناء. عشان نقوله في العراس. اللي بغي تجوش ما يتجوش. يقولوا لي. اللي سيرة سيديرة ماشي الوقت ديال الجواج هذا. ربا بعد مسائل كد قيل. لا ماشي الوقت. حيث رأي كل عام غيكون شي حاجة ماشي وقت. صبت شتى ماشي الوقت. سي نغمال. حيث رأي ما غيرتك تدير خشبة في الزنقة. ولكن. كي يقول لك الأمريكيين. الحياة تستمر. دائما الحياة تتعرف بعض المشاكل. التاريخ الإنساني عامر بهذا المشاكل. إذا الحياة تستمر ممكن أوقات الفرح. ممكن أوقات الحزن. بالتالي كيف يمكنه لتصور بلاد لا تفرح. من الصغير ديال الكبير. لا تفرح. لا تفرح. أنت واحد ما يقدر يقبلها. إذا هذا الشيء لا. أنا قلبي تزيرها. أم لي اسمعتها؟ لا. ما يمكنش. أي واحد دوقات تكون عنده المشكلة اللي بغيت تتصورها. تلقاك يخرج يجلس في قهوك. يجلس. مناطق الفقر. فقر. لها شاشة. تلقى فيهم بارابولات طالعين. وحيد لهم بارابولات. كل يوم اللي هذا ماشي الوقت ديال بارابولات. هذا التصور في إنتاج الخطاب. هو مناصرة خطاب الحياة. يجب مناصرة خطاب الحياة. يجب محاربة خطاب الموت. حيث الحزن ستبقى غادات. ستبقى لك الدبريسيون. لا توقع شي مشاكل أخرى. لا يمكننا أن نعطي صورة. ديال. شعب مغبون. لا يمكننا. لا يمكننا تصورها للإنسان. في الحرب الفيتنام. في الأواخر الستينات. بداية السبعينات. كانت الإضراءة الأمريكية. الناس يموتوا في الحرب الفيتنام. وأمريكا مقساة. كانوا يدعون مغنيين. يدعون مهرجانات وسط. مثل القشلات في الفيتنام. بمعنى الاحتافل. يجب ألفي سبريسلات. ألفي سبريسلات. ما يعنيش إنما فيهش إنسانية. حيث. المسألة ديال. يعني أن. خصك تعيش. غريزة هذي. خصك تعيش. بالتالي. الختيار اللي في آخر ما طاف. هذا غير جواب على هذا الراوي. هو أن. في اللخر. يقول لكم مقدار البيضاوين. يقول لكم من لخر. من لخر. بغيتي تعيش. أو بغيتي تموت. حي. ما بغيتيش. نصدو القهاوي. نصدو الماتشات ديال. للكورة ما يبقاش. تلفازة نصدوها. في مضيعة الوقت. بارابولة تحييدهم. اللباسة. ولاش تلبسها. لباسة واحد ما. كعليدك اللباسة تكامل. كل ما كنت تبدل. لاش كنتبدل. لأنك تختار في الألوان. ما تختار في الألوان. ما تختار في الألوان. يقول لاش لأن. سيدنا السيدة. ولا السيدة. كيمشي كي يختار الملاده. وحويج العيد. بغي يعيش. بغي فرح بملاده. بغي تخرج للقهوة. بغي تصنطش الموسيقى. هذه مسائلة بسيطة جدا. ولكن تعبر على إنتاج خطاب. يناصر الحياة. يناصر الحياة. طيب. في إطار الحياة. كيف قلت على أبواب الصيف. المهرجانات. لعلها كثيرا. في المسمعتي. مهرجان هنا مهرجان لهم. كان مؤاخذة. تتعلق بالبرماجة. كي يقع ما يشبه الزحاف. هذه المرحلة. وربما مهرجان يؤثر على مهرجان. البرماجات. ليس مضمونة لمهرجان. البرماجات الترابية للمهرجان. الترابية. الترابية. تلقى في فاس. وتلقى في مكناس. وتلقى في جديدة. كي يقع. يمكن في باقي العام. كي يقع في الفني. كي يقع في الفني. كي يقع في الفني. مش المفروض. واحد التوزيع عادل. للمهرجانات. على امتداد السنة. هو كين. كين على امتداد السنة. كين. غير بالنسبة لوزارة. كين تسعود وعشرين مهرجان. كنت نتضم الطيلات السنة. تسعود وعشرين. تزادوا جوج. كانوا سبعة وعشرين. تزادوا لو. تزاد ديال الشيشاوة. وديال قلعة سراغنة. تزادوا. 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 طيلة السنة. المسألة. كين كينا. كينا في البنية التحتية. اللي غا تقيم كلها. تستقطب. هاد الناس. باش يدخلوا في واحد المكان. مغلق. لان ما ننسوش. كين نشتق. كين البرد. كين مناطق فيهم. التلج. اذا ما يمكنش. لك تدير خشابات في الزنقال. باش يكون عندك العدد كبير. وكين نشتو التلج. اذا دائما. لك تنتظر. الصيف. الاسبيت والربيع. والصيف. والشوية في الخريف. هي اللي عندك الامكانية. باش تدير الخشابات برا. علاش. لان منك تدير الخشابة برا. بطبيعة الحال. كيكون استقطاب أكبر. وكيكون كذلك. أن المستشهرين. اللي كيكونوا. كيتعاونوا معاك. كتكون عندهم واحد. يعني. الإضافيش ديالهم. ولا تشهر ديالهم. كيبان كتر. ماش يبعا. لغا تدخل القاعات. هزا. ستمية. ولا تلتمية. إذن. هي دينا مسألة. إذن. كل شي. كيتجمع في واحد الفترة. اللي كتبان لواحد. أنه مجموعين كاملين. ولكن المغربة كبيرة. يعني. من يكدر واحد في وجدة. والواحد أخر سيكون في أقادير. والأخر سيكون في زاقورة. والأخر سيكون في أفاس. محققين العدلة المجالية. إن صح التعبير في المهراجان. بمعناه. أنا كنت في بركان. من حقيت أنا مهراجان. ماشي دارون جيت للرباط. لمشي الصويرة. مهراجان. طانجة. تيتوان. تونت. هنا مثلا. بحكم العامل. كنت في تونت. العيطة الجبلية. مهراجان طلعيطة الجبلية. والغدله. لديه. 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 النشاط. كان واحد الخشبة منه. كان في أقافاي. في جنوب ديال مراكش. مراكش. ولكن من بعد. كان مشي لزاقورة. المهراجان ديال الحكواتيين. وكان مطالق. كان مشي نجي تيتوان. تيتوان اللي كان فيها المهراجان ديال العود. الدوري ديال العود. إذن. كان العدلة. بعد أن عدنا 12 جهة. كلهم فيهم المهراجانات. وداخل الجهة. قد تلقى عدد من المدن. وكيف قلت لك أنا. مدن صغيرة. وعن ما من ناحية الحجم. تهي. قد تنضم مهراجان ديالها. وبالأساس أن هذه المهراجانات ديالها. يجيبوا تحديد. كانت تنظيم اللي هو تنظيم ديال الوزارة. تنظيم ديال جماعت الثورابية. بين مهرجانات ديالهم. وكانت تنظيم مهراجانات ديالهم. كان بتشاركة. كان مهرجانات ديال الخواص. شركات كيقوموا عندها مستشهرين ديالها. وبالتالي. أنا. ت poking. أطرافmin كان تنضموهم. وتدعم Done. لكن كاننا تنضمو Canada. عندما تعد وعشرين مهرجان. هدو مهرجانات ديال الويزارة. هدو. ديالها. وكان المهرجانات بشاركة ندعمهم وكان المهرجانات للخوص ولكن لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى الدعم في إطار الشاركات كتراقبوا أوجوه الصرف هذا نقاش كل مرة يتعود هذا نقاش يتعود لأن الناس الذين يتكلمون لا يعرفون أنه مؤسسة المراقبة كل ما يتعلق بالمال العام فهو مراقب قبل الصرف ومن بعد الصرف الناس لا يتعود المال العام لا يتعود من الفلوس الكاش لا يتعود كان المراقبة الأولية من التريزوري منيستريال يعني يراقب المال قبل ما يخرج ويشوف مستارة للدارس وشي يديك ولا لا من بعد كين لكور دي كونت يسأل الحسابات اللي كيشوف كيفاش تصرفتي يعني كين مراقبة قبلية ومراقبة بعدية بعدية كالاقتطاعة الضاربية إذن المؤسسة دي الضاربة تياركا تراقب يمكنش خرصي فينا الضاربة ديالوغس كالدكلاريها دونك هاد مسائل كل اوضيف عليها بالنسبة لمنك تخدم الناس مع شركات رام ديكلاري لاسي ناسيس رحتهم مخصم يخلصوا يعني ما كينش شي حاجة من هنا خصوصاً بالنسبة للمهرجانات الدولية هذا شي رام مرتبط مع مؤسسة الدولية أو الثاني انتفاقيات مثلاً عدم ازدواج داريبي بالتالي منك تقطع عليه هنا غير عشرة فالميا رأي ترسل ديكلاراسيون هي باش هما كيقولوا يديك الحلوس ليش ديتي في المغرب برا تحطفع شبارعك عندهم تم ما عندنا غير يأعلامياً بطبيعة الحال ما كيتحدوش على المسائل هدي لانك اللي كتجي تشيد الأرقام ومستارة وذلك شوية سهلة باش كتجي سهلة تقول الفلوس كتلح هدي سهلة هدي هما بيتقول لي الفلوس موجودة كتلقوا الفلوس غال الفلوس موجودة كتشيروا بالفلوس والبران يتخلصوه بالزاب هدي خلاص هدي خلاص هدي أنا نقول لك علاش علاش بعدها كتشير لأن وتصور هدي كتشير الفلوس قول لي يجيب عارف كيف كتصرف ما عارش شنين مستارة وإسمع الفنانة الفولانية تجي المغرب تغني بمئة مليون ستين مليون واحد مغالطة نقول لك السيد رمضاني واحد مرة تكتب بأن واحد الفنان معروف قلت لي مرة بقفو هدي الفنان معروف يتقام خاص من هذا الفنان المحلي لم أعروف كنت تقول لهم مين كنشع لاش كان يقول لي هادي الفنان المعروف ماذا يستقطب اليادي الناس أنا سأعطي لك واحد العملية اقتصادية محدة مرحبا فنان سأعطيه مثلا 14 مليون وفنان سأعطيه 50 مليون ايا في هذه المعادلة نقدر نقول لك بأن هذا الذي عطيته 50 مليون من قيوم علي خاص من هذا 14 مليون كنت تريلي ها نقول لك بأن هذا 50 مليون المساحة التي عمر لي أمام الخشابة 120 ألف متفرج والآخر ما جاوبش الناس بزاف يلا عمر واحد 10 ألف متفرج آه سأقسم 120 ألف متفرج سأقسمها على هذه الفلوس التي أعطيت لآخر سأخرج لي الحساب لك حال تقام علي هذك المواطن بالتالي مني يكون عدد كبير المواطنين تستافدوا قد تقام مثلا هذا 50 مليون تقام عني 6 درام و 7 درام لأن الجمهور كثير عندي الفوليوم وحدة السيجة مقاري وعندك هذا يجب 10 ألف مني قسمك يبلي التمر طالع أن التقام غالي لأن الناس يحضروا تقام بزاف 15 أو 30 درام بالتالي مني كنزل ركت لك في الوضع اقتصاد حساب هذا مفيش 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 المواطنين يعجبك مغربية أو مفيش مغربية مرة ما كانت أربع المرات أنا كنت مدير فني ديش حال هذي عدمي رجل معين كلا لقام مشكيل مني كندير الدراسة ديال غوطن بيولان باقت الوقع ديال الفنان هنا ونشوف المنتوج اللي خرج شنا هو الوقع في الإعلام الدولي كيدير باش نجيبوا أنا هنا يا عندي كي خرجوا لي عندهم هما را فلان لا في موروكو كين واحد الإشعاع المغرب خصنين بناء على فنان اللي غيقدر يجيب لي هذه الإشعاع صعيب باش تلقاه صعيب باش تلقاه بعد مرة تكتر وش فعلي كنحقق الإشعاع لا خارج المهم لكن نجيب نجوم عالمي المهرجانات كبيرة في المغرب وكي ما خصكش غا تجيبهم هما ستجيبهم هما خص الخدمة كيفاش تبيعهم كيفاش تحرقهم كيفاش تبيعهم ياكم وليفوند يعني كيفاش غا تستثمر فيهم مستثمر نتالي الفلوس اجبتي ما شي غا تحطوا صافي وروا غيخدم بوحد لا خدمة أخرى خدمة أخرى قبل ما يجي هو فينا خدمة أخرى على المساو الإعلام مثلا مني كنت غا نعيط ما بدرتها شحا من المرة هنجيب مثلا 50 سنس ولا هنجيب باستار رايمس قبل ما يجي سنين الكونترا هتقول لي هتدير واحد الفيديو كتهضر على البلاصة اللي غتلعف فيها و اي لوفيو موروكو و هتديرها فلوسيت ديال كنتاق اللي من خارطين فيه العالم كامل هذروا كندو على منتوجات ماشي فنانين هذروا منتوجات عالمية مستثمرين فيهم شركات رامو اساسة مني كتقول واحد رامو اساسة هذي بالتالي كي لانسيها قبل ما كيجي كي اللي بغي يشوف هذك الفنان كيكون قريب لنا جغرافيا كيجيو الناس من بارسولون كيجيو الناس من الدول قريبة لسفون كيجيو ميراجرات مغربية ميراجرات مغربية و شوفت بغير صغير صويرة شوفت حال ديالي باك كي تسموه لي باك بلتوغ اوپيراتور يعني اللي توغ اوپيراتور و هما دوك الشركات ديال السياحة برا من كي بغي يبعي لك المنتوج ديال هذي المدينة كي بيعي لك معا بأنه عندك فاة الطيارة عندك فاة لشان اللي نويتاي و عندك فاة دي باس لكونسير هالبرنامج فاش غد تفرج بالتالي الناس كيشيروا باش كيجيوا اذا اكثر من تفويجة كين الاثار على الصورة ديال طب هذي الحياة اقول لك علاش ديب احنا مش بوحدنا في العالميك و ربما يقول لك هذا كراوي شي حاجة دونك لذا بس كتسب بل يك هيا يسمع احنا مش بوحدنا في العالم اي باش كيباش غد تخلي واحد من الماني يجي عندك هنا شغال تقول لي البحر ما لو عندك تاب وحدك احنا بوحدنا عندنا البحر احنا بوحدنا عندنا الجبال كين بولدان عندهم الفار عندهم الجبال اكيد اذا لش غي جي عندك انتا بالضبط تقافة تقافة هي اللي بوحدها عندك انتا لانها تقافتك انتا ما كتشبش التقافة الألمانية ما كتشبش التقافة السنغالية وإلى آخره. إذن البلاد عندها تقافتها وهو ما يميزوها. بالتالي مني كتشد ما يميزوك وكتشتغل عليه في الماركوتينج كمنتوج ديالك. كتستثمروك في استقطاب السياحة واستقطاب الاستثمارات السياحية كذلك. بالتالي أنا مني أريد أن نخرج غيبا لي موروكو بعدها نعرف ما هي موروكو نصبها سمعتها. شتف الأفلام شتف القورة. هذا هذا البراند. هذا يعني كان براند يعني كان دير واحد الماركوتينج الماركة المغربية. بالتالي كان يصطق معها لقاطات من الشاون. أنا كتشوف هذه المسائلة. من الشاون. ذلك الزرق ذلك الشاون. شوية الدقيقية المراكش. سوية الصحراق ذلك اللي غندوني. شوية الجبال. شوية يبقى لكتسكيوين اللي تسجلت ك باتخيمون مونديال لومانيتي. نزيد علاقنا واتهما اللي تسجلوا في اللقاحة دي اليونيسكو. السيد يدفين انتغيسي. مني كتحط لي بزافة البولدين والقرب بالسوق الأوروبية والأحسن الأمريكية اللي عندك فول ديريكت. كي قلت يا امشي الموروكو. موروكو راكين هده وعندنا لباجو وعندنا غندخلو نتفرجو لتيكي. وكي يجي. كي يجي على كل مرحلة المقبلة. وحنا كي تسنونا مناسبات كبيرة. الكانون للموندي. صناعة ثقافية وإبداعية. ستلعب دور في ترويج كيفاش. تلعب دور كبير. في السياحة كي نوحد المؤشير كي تسمى تجربة سائح. تجربة سائح. يعني مش مش تصور مع التورات. قصر البداع الباهية إلى آخره. وغير جعلها. فهذاك المصار كي مش تعملو مع الناس. ترخ كيفاش كانت. واش كان حتى يرام ديال خط ديال يقطع الواحد ولا ما يقطعش. انتي. الماكلة كيفاش كانت. يعني باش كتسمى يعني كي بغير يرجع وتاني. هذا هو المؤشير اللي كي بنو عليه كتسمى له هتوغ. يعني جاء كان تجربة سائح ورجع. حيث دي أهم حاجة. مشي عن نوجة تكرفص. ومشهر. ومعمرني ما رجع. ويدير لك دي كومنتر مشي هما فليسيت لان هذا هو ما مهم من ناس قبل ما يجيو ركي قلبه مستوى الأمني كدير. واش النظافة كينو لما كيناش. عادة باش كي يخضو القرار انه يجي عندك. إذا هيرا واحد المنظومة إيكو سيستيم اللي فيه بزاف دي المتدخلين. را ما شغل وزارة التقافة ولا وزارة السياحة بوحدة. كين بزاف دي المتدخلين اللي كي خليوا أن المنتوج موروكو. المنتوج كي اسمه ميد إن موروكو. صنيعة في المغرب. أو منتوج المغرب. أنه كي وصل لهذا المستوى وأنه كي بدأوا يستقطب الناس وكي بدأوا الناس قالسين في فرونك فورت مثلا وكيقول غير موروكو. واضح. قبل ما نعطيك بعض الأمور التي تعليق عليها في الختام السيهيشا مع بقاري. وانت من الناس المدافعين على الحرية في الفن. والنقاش دائما كي يرجع. الفن الهادي في الفن النظيف وخيره 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 وخيره. نحن أعرف بأن الراوي ما متفقش على هذه القضية دي. لا الراوي ما متفقش معه. دبا ساكت إياه وانا كي نقل لك رانا ما متفقش معه. ها يتصنى العمز جاي نجي شي مهراجان أخر ونوضعه الثاني. لا يمكننا الراوي كي نبهنا الإبداعات دي للشباب دباك في زمن السوشيل ميديا. آه. كي باش خصنا نتعاملوا. را كانوا حالات اللي توبيعوا. كانوا حالات اللي وقع إشكالية على كل حالات. سألة تأويل. لأن الإشكال في القانون هي مني تعطينا وعن ما واحد لهاميش دي السلطة التقديرية. يعني ما كتكونش مضبوطة قانونيا بواحد شكل قاطع. كتخلي لك واحد في جوا شوية فين تأويل. ما فين كتب قال مسألة مرتبطة بالشخص لغي أول. أظن أن كانوا حالات اللي ما تمشي المتابعة دي المعادي في نفس السياق. ولكن ما تمشي المتابعة دي المكيف خالفك. كيف قلتي. أظن أننا حتى مسألة دي الموقع الجغرافي. كتاب هو كيكون بعض المرات بعض المناطق كيكونوا صغار ولا فيهم الناس. ما كينش هاد المظاهر بززاف. إذن كيكون واحد تخوف يعني بشكل آخر الموضو الكبيرة. هاد المسائل فيها الناس بزاف. فيها الاختلاف بزاف. فيها واحد الهام يجدل الحرية بزاف. كيخلي بأن التعامل مع هذه الحالات هذي كيكون شوية سالس. ولكن في المعطاف كيبقى بأن النص المؤسس لدولة هو الدستور. والتصدير ديال الدستور البخيونبول كيأكد على التعددية التقافية. الناس كينساوها والناس كينساوها والناس كينساوها على ويلول الموصلين. الحقير الدستور المغربي فيه تقافة في الإسلام. الروافد يهوديا الأمازيغية فيه كذلك استعمال اللغات الأجنبية مكتوبة. وفي استعمال اللغة العربية تصور متعدد. صحيح المغربي يشدوه ده بان قوله هذا هو المغربي. ليش غنشدوه؟ ما شدوه؟ ها ما عاش يامل هدرتك بين قريبين تمندك الراوي. الراوي يكمنه و الراوي. ما نشدش للمغربي ليش غنشدوه؟ خليه خليه مطلوه خليه يبدأ خليه يعيش. را شوف را المنظومة كاملة. كين خيطاب ديال صدوه؟ ما تديروش المهرجانات صدوه على ريوسكم. خسنا نشدو الناس. خسنا نقطرهم. من قطروا يعني تصدليه في واحد القادر. إطار. وكين خيطاب أخر المناصر للحياة. خليه الناس تعيش. في احترام. إن هذا فضاء عام. شي كي احترم شي. ما نفرد شعلك. حيث الراوي باقي يفرد. ما نفرد شعلك. كين احترمك تحترمني. كين حوار. كين فضاءت. كين قانون يؤثر العلاقات بيننا. كين مؤسسات تلك تسن القانون. مشي الراوي كين جمع مار روات صحابه. وكيدلون لنا قانون ديالهم. من كين شد القادر. هذا الوظيفة الجديدة ما بدلت فيك. وإلوه. ديالش. بالوظيفة ووظيفة ركال خدمه. مدير ومديرية الفنون. مدير ومديرية الفنون. نحترم مؤسسات والدستور والقوانين. وكين تحترم الحرية وتحترم. اللي حي تلقاه وننكي يذكره هلات قاديرة. مشي ما. داخل القانون. ده براوي ما سأسامع بالقانون المقاريش. ماذا فيه. خصويا يأخذ شوي من وقته. ويفوج يقلس في واحد القهيوة. ويتلق فيه شوي النفس. ويقلس يقرأ. قبل ما يدوي. قبل ما يخرج الخيطة. يقرأ. يقرأ النصص. يقرأ الدستور. يقرأ القوانين التنظيمية والقوانين. يقرأ النصص الطبيقية. يعرف مؤسسة الحديثة دينا المغرب فين كينا. وفين غادة. على أساس رأينا مؤسسة دينا بحديثة جدا. وراها. مش يسدينا ولكن غادة نخرج من العصور الضلمية والبائدة. والرسالة واضحة. والكلاش واضح. وغادي نشوف ما على الشاشة. وهي شامعة وقريت صريح سابق. قال كلاشات فراب غير لعب. ماشي حارما. تاب وحدك اللي خرجت تقولين لك. احنا قاكونا كنت خلعو. نا ما كي نوالو. والدليل لنا كان عندي الصح نادس. بانتك شي حارب نادس. لا. بان لك شي واحد تشد ولا شي واحد تضرب ولا شي واحد. هادي. جدا نادك شي لكوين نراوي. كيشوفهم اللي الفوق ما عارفوا شواقعة اما. كيسمع. الواحد قبل ما يهضر. يكون عنده معطايات. لانا مايمكنش تفهمنا ما عندكش معطايات. واشي غير اجيو فهم. نشوف واحد المقطع فيديو تاوي نشوف التعليق به يشام. الصورة قبل من المقطع الفيديو. اه واحد. اشتي. يعني رمش متطفلين السي رمداني. مقترج بيكسقف. اه؟ مقترج بيكسقف. هذه الأقديمة. فين عام بعدها؟ هذا في ربعة وثمانين. ربعة وثمانين. هذه ربعين عام تقريباً. ربعين عام. ربعين عام. احسا ربعين عام. وفين هذه؟ هذه في واحد الليسي اسمته الواحد. الواحد؟ في دار البيضاء. دار البيضاء. دار البيضاء. وكانت واحد الحفلة. وهنايا كنا كنا نغنيو رشيل باتريلور. وغيتار سيش. أنا لابس واحد اللبسة دي اللي تشي دي الروك. دي اللي تكساها. هنا كنا كنا نغنيو سيمون اند غارفنكل. واحد اللي بجموعة معروف. أحسن عام. وكانت غنيو القديم. يعني ما عندنا مش مشكل. شاباب هاو. تكساها كنا شاباب كنا نغنيو القديم. تبا. أنا ما عنديش. أنا كنت صنة العيطة. كان صنة الامازيغية بزاف. يعجبني الرباب. أي. كان صنة الموسيقى الكلاسيكية الباغوك. والكلاسيك. كان صنة الفانك والسول. كان صنة الراي. ما عنديش مشكلة. ما عنديش نهائيا أي. كان العيطة كلها كان صنة لها. ما عنديش مشكلة. كان صحا. وأخذا ما شوفوا مقطع فيديو. متعدد. متعدد. أنا كنحترم الدستور. آه ذك شي. متعدد في الأدواق. آه فعلا. أجراء. أجراء الدستور. آه رمزي. أجراء الدستور. أجراء الدستور. أجراء الدستور. آخر أني كلي. خاصة الانيماتور كولتورية. أجراء الدستور. أجراء الدستور لها. مرة أجراء بالكنتوقع. يجب أن شاهدوا كلها. نحن أن أجراء الدستور. أجراء الدستور. أجراء الدستور. مناصر الحياة إذا بشي تقلستي يعني رك ميت شو أنا مناصر الحياة شكرا هشام عبقاري شكرا تلقوا في فرصة أخرى إن شاء الله شكرا زمينا ريدا بن جلون وجامع قول حسن الفريق تقني طبيعة الحال مشكور شكرا مشاهدين على المتابعة تلقوا في فرصة أخرى إن شاء الله أخير ودعوانا كيف لحاد الله يخلينا في صباحاتنا ويخلينا ديما على قيد الحياة السلام عليكم اشتركوا في القناة